اهلا بكم عزيزي طلب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من البرنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة تكون مختلفة احنا النهاردة بنتكلم عن حاجة مهمة جدا لتخصصاتنا ونتكلم كمان عن المواد التخصصية بتاعتنا لكل تخصص من نسبالنا طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن التعليم الصناعي تخصص نسيج وطبعا هيكون معانا طبعا الطلبة الخاصة اللي دخلت سنة دي صف الاول طلبة الصف الاول لسه ما حدش فيهم عارف كتير جدا عن تخصص النسيج لكن لازم يكون عندنا فكرة عن المواد الدراسية اللي احنا هندرسها في التخصص ده احنا عندنا مجموعة مواد دراسية هندرسها على مدار السنة يمكن طبعا من ضمن العام الدراسي بتاعي انه عارفين الصف الاول او صفوف النقل عموما عندنا فيها نظام الترم يعني فيها جزء مقطوع من المنهج بمتحن عليه وبكمل في الجزء التاني من السنة البقية المنهج بتاعي وبرضه بمتحن عليه مرة تانية هنتكلم كل الكلام ده بالتفصيل لكن بعد ما نتكلم عن تخصص النسيج عموما تخصص النسيج او تخصص نعات النسجية هو مش تخصص واحد بس بالنسبة لنا واحنا في المدرسة هندرس تخصص واحد طب هو كم تخصص هو حوالي تلات تخصصات اساسية بتكمل بعضها وربعة في تخصصين تانيين يتبعوا في الشكل وفي المضمون التخصصات النسجية لكن هما منفصلين في ادارتهم من نسبة للقطاع وبالنسبة كمان للتوجيه الفني تحت في المدارس والمدرسين كمان لكن عشان يبقى فاهمين او عارفين يعني ايه صناعات النسجية يعني اي صناعة داخل فيها القماش في التصنيع بتاعها او داخل فيها الخيوط طبعا احنا عارفين ان بداية الصناعة بتاعتنا بتبدأ من انتاج الخيوط وانتاج الخيوط بيتم في صناعة اسمها صناعة الغزل وطبعا صناعة الغزل دي بتعتمد على ان هي بيجيب لها الشعيرات تنفع نية تتعامل خيوط وعشان اوصل للمرحلة الشعيرات اللي تنفع تتعامل خيوط دي لازم لها مواصفات والمواصفات دي مواصفات فنية لازم يكون نفهمينها وعارفينها كمان او هنتكلم فيها مع بعض بعد صناعة الغزل دي بتنقل على صناعة النسيج او التجهيز يا اما اطلع على النسيج يا اما اطلع على التجهيز وفي حالة لو انا طلعت على التجهيز بقى انا هعمل تجهيز للخيوط مش هعمل اي تجهيز تاني لان انا ما عندش اي حاجة لسه فالتجهيز المنسوجات يا اما يكون لتجهيز الخيوط يا اما تكون لتجهيز القماش يعني اما تكون الصناعة دي ملتحكة على طول او بعد صناعة الغزل أو بعد صناعة النسيج فهي بتاخد من الغزل أو من النسيجة فهي بتاخد من جهتين مشتركين الصناعة دي بيلون فيها أو بجهز فيها الخيوط بالشكل المطلوب أو بجهز فيها القماش بالشكل المطلوب وبالتالي زي ما قلنا ممكن تنفع بعد النسيج طيب لو هي هتنفع بعد النسيج يبقى النسيج فيه إيه؟ النسيج فيه تحويل الخيوط اللي تعملت فيه صناعة الغزل دي او اللي جات لي من التجهيز ملونة تحويلها لقماش عشان اخد القماش ده وابدأ ان انا اتعامل بيه بعد كده واقدر ان انا اغير من شكله ومظهره وعمله ايه وعمله اه عملية التفصيل المطلوبة وممكن يستخدم فرش او يستخدم في اللبس طيب اصناعات النسيج هي تحويل الخيوط دي لمنسوجات ازاي لها كزا طريقة برضه هنتكلم عن الطرق بتاعتها اه فيما بعد بعد التلات صناعات دول ما بيخلصوا في صناعة تلتة وربعة اه في صناعة ربعة وخمسة معلش صناعة الملابس وصناعة التريكو في الملابس بيتاخد القماش وبيتحولوا لإما يكون اه على شكل ملابس تستخدم في اللبس او على شكل اه بتتفصل مثلا مرفروشات بتتفصل اي حاجة بحيث ان تستخدم في الفرش فيما بعد التريكو التريكو صناعة ما بتاخدش من النسيج هي بتاخد من الغزل على طول يعني بيتعمل لها خيوط مخصوص في صناعة الغزل ببدأ ااخد الخيوط دي وحولها لقماش بشكل ما القماش بتاعها بيستخدم في ايه بيستخدم في العمل بلوفرات عمل الملابس الداخلية اللي هي القطنية اللي هي زي الملابس اللي هي القطن اللي هي بتتلبس على الجسم المباشر او كمان في الاكتر الصناعة دي بقت كتير دلوقتي يعني معظم حتى الملابس العادية بقت بتصنع من التريكو طب افرر القماش التريكو من القماش النسيج ازي هي قماش التريكو لو جيت افردها او جيت اشدها بتتمط معايا بتتفرد لو جبت قماش نسيج وحولت ان انا افردها ما بتتفردش معايا يبقى الاستطالة في قماش التريكو اعلى كتير جدا من الاستطالة في قماش النسيج طب وانا بكلم عن استطالة فاقمش ناسيج ازاي يكون في استطالة واحنا بنقول ان اما تجي تتشد ما بتتشدش معي هي ما بتتشدش اه بس فيها نسبة استطالة ضئيلة جدا غير اقمشت التريكو نسبة الاستطالة فيها عالية جدا فالمطاطية فيها بتكون كتير فبالتالي انا محتاج ان انا ايه اخلي بالي في استخدام النوع ده من القماش عشان كده القماش العادي له طريقة في التنظيف واقمشت التريكو كمان لها طريقة في التنظيف طب التنظيف ده بيتم ازاي بيتم عن طريق استخدام مواد كيموية المواد كيموية دي بتبقى لها اشكال مختلفة جدا كل المطلوب في عملية التنظيف ان انا ازيل كل الاوساخ والاتريبة واي حاجة او اي شوائب حصلت على سطح القماش تمام كده طب ده ما بيفرقش من قماش لقماش لا بيفرق في طريقة التنظيف نفسها اقمشت التريكو لها طريقة تنظيف او بعد حتى امشت النسيج كمان لها طريقة التنظيف ممكن يقول لي ايه لازم التنظيف يكون جاف فبالتالي جاف ديت يعني اننا محتاج ان انا انضف بطريقة معينة عشان اقدر انضف القماشة دي فبالتالي لو تعرضت لكمية مية واتغسلت بالطريقة العادية واتعملها عملية التكفيف والكوي وفيما بعد هبص لقماشة دي بتتغير او بيغير مظهرها او بيتغير كمان ابعادها فبالتالي انا مش محتاج اوصل للمرحلة دي فبالتالي لازم التزم بطريقة التنظيف المطلوبة طيب تعالوا معنا بقى نبدأ نستعرض بما ان احنا لسه في سنة اولى وتخصص نسيج كمان وبدأنا احنا نتخصص في التخصص ده لازم افهمين يعني ايه تخصص نسيج وايه هي المجالات اللي ممكن تكون قدام فيما بعد كمان اه كصنعة اول حاجة طبعا ازا كان ازا كنت انا صناعة نسيج او صناعات نسجية لازم اطلع وابقى عارف ايه هي صناعة الغزل هناخد بقى صناعة الغزل بالتفصيل صناعة الغزل بالتفصيل لازم ابدأ في اه غزل القطن وعشان اعمل عملية غزل القطن لازم يجي للقطن من الحقول على هيئة قطن داخله بزر فبالتالي لازم اطلع على الاول مرحلة وهي مرحلة حلج القطن حلج القطن هيتم فيها ايه هيتم فصل البزور عن الشعارات زي ما احنا شايفين كده وطبعا ده مش طبعا تخصصنا لكن من ضمن مجال تخصصنا ان احنا لازم اعارفين ان القطن كان مجموع من الحقول وكان بدخله بزر هنا دي طبعا مكينة الحليج خط انتاج كبير طبعا لان ده مصنع كبير بالتالي الحاجات السودة النقطة السودة اللي بتتحرك قدامنا دي هي البزور اثناء تساقطها في منطقة حجز البزور او حاجز البزور ده طبعا المسمى الاساسي لها طبعا كان منهجنا الاول كان فيه الجزء ده كنا بندرسه لكن طبعا مع تطوير المنهج يمكن صناعة الغزل او الجزء الخاص بالغزل مش موجود في منهجنا دلوقتي لكن برضو لازم يكون عندنا فكرة عنه عشان كده حبينا ان احنا نجيب لكم النوع ده من الصناعات عشان يبقى فاهمين الخيط وصل لنا ازاي اول حاجة طبعا هو جاي على هيئة شعيرات بالشكل ده بفصل بزور عن الشعيرات عشان اخد الشعيرات دي وابدأ ان انا اعمل لها عملية ايه عملية الغزل طيب هل الشعيرات دي او القطن بيدخل مصنع الحلج او المكان اللي فيه مكينات الحليج ده بشكل طبيعي لا ده لازم له كمان طريقة عشان خاطر انه يترس بشكل معين داخل المصنع بيترس على هيئة طبقات زي ما احنا شايفين هي دي الطبقات بيبقى جايلي من اكتر من حقل كمية القطن فبالتالي بتترس على هيئة حصائر فوق بعضها او طبقات بعد كده بتدخل الطبقات دي عشان يتعمل لها عملية ايه عملية فصل بزرة عن الشعيرات وكمان يتعمل لها خلط بيتعمل لها الاتنين مع بعض بالاضافة انه في التوقيت ده بيكون القطن مفروض داخل اه صالة الحليج عشان يكتسب الرطوبة اللي موجودة في جو الصالة وإلا لو كانت رطوبته زيادة هيحصل مشاكل لو كانت رطوبته قليلة هيحصل مشاكل نسبة الرطوبة طبعا هنعرفها ان شاء الله في مادة اسمها مادة الخامات ونستعرض طبعا الماد بعد ما نستعرض الفيديوهات بتاعتنا هنا طبعا بيدخل القطن بالشكل ده ويوصل ليه مكينات الحليج بالوضع ده عن طريق طبعا مواسير وعن طريق السيور والحصائر نقل بيوصل بعد كده بيتعمله عملية فصل اللي بيزور عن الشعيرات وبيتجمع الشعيرات في مكان تاني عشان خاطر ان انا ابدأ ان انا اعمله عملية اللي ايه الغزل بالشكل المطلوب هنا طبعا ده ده شكل الماكينات والماكينات طبعا عشان ده خط انتاج كبير فبالتالي الماكينات سريعة جدا فبالتالي طبعا بعد ما جمعت القطن ده بيتجمع لهيئة بلات بتتضغط البلات وبتتنقل بعد كده للمصنع التالي وبيكون هو مصنع ايه مصنع الغزل هنا طبعا هنشوف عمليات نقل القطن عن طريق المواسير طبعا بمينه ده خط انتاج ضخم فبالتالي عملية النقل بتكون مختلفة هنا هنلاحز ان هنا حصائر نقل القطن بالشكل ده بعد ما تم تفتيحه بينقله عن طريق الحصائر الموجودة في خط الانتاج وبتروح على الماكينات عشان يقوم بعملية فصل البزور عن الشعارات كده احنا عارفنا عملية الحلج بتتم ازاي وفهمنا كمان ان الشعارات اساسا بيكي عليها بزر طب وهل كل اللي بنتستخدمه كخمات تصلح للنسيج بتتم اه او بتيجي بالشكل ده بيجي عليها بزر هقولك لا مش كل الخمات بتيجي بالشكل ده هنا طبعا احنا شايفين عملية النقل وعملية حركة الشعيرات المختلطة بيه البزور اثناء دخولها للمكينة عشان يتم عملية الفصل وفي النهاية طبعا مواسير العلوية اللي فوق دي بتبدأ تعمل عملية شفط للاقطان اللي تم او الشعارات المتباقية من عملية الحريج عشان يجمعها زي ما قلنا في الجزء اللي هيتم فيه اه تجميع او ضغط البلات عشان تتنقل بها للمرحلة التانية وهي هتكون مرحلة الغازل طيب زي ما قلنا في المنشوية كده هو كل الخمات الخاصة بعملية النسيج لازم يكون فيها بزر يعني هو كل الخمات لازم تدخل على عملية الحريج هقولك لا بس اشهر خامة عندي واكتر خامة استخدام وافضل خامة في عملية النسيج وعملية الاستخدام فيه ما بعد النسيج هتكون هي ايه هتكون هي الاقطان طيب لو انا اجبت مثلا اه خامة زي خامة الكتان تشبه القطن بس ما فيهش بزر وليها طريقة للاستخلاص يعني انا عشان انا اجبها من الحقل ليها طريقة اسمها او اللي بيتمر على طريق التعطين عشان يفصل الشعيرات دي عن اللحاء اللي هي موجودة فيه او العود اللي بتبقى شبه بالزبط شبه العود الاصب طبعا اللي شاف الاصب طبعا وده اكتر حاجة متدولة معانا لو رحت عند مكان بفيه عملية عصر للاصب دي اللي هو فيه محلات كتير جدا بتعمل الموضوع ده واتفرجت على الراجل بعد ما تم عملية العصر وكل اللي عملوا انه فصل المادة السيلة عن الشعيرات او عن الالياف اللي موجودة عندي فين في العودة خلي بالك انا بتكلم عن خام اسمها خامة الكتان او نبات اسمه نباتي الكتان يشبه في المظهر او في الشكل عملية ايه او العود الاصب لانه جوه الياف طب انا بجيب الالياف دي وعايز استخلصها لو رجعنا لنبات الاصب هاللاحظ لو احنا استخدمناه بعيد عن عمليات العصر وجبناه في بعض الموسم كده بنجيب الاصب بنعمله بنستخدمه او بناكله من انا اصحفة بالتالي بنتعرض لعملية تأشير ليه لو خدت بالك وانت بتقشر النبات ده هتبصت لها ان فيه حاجة زي الخيوط جوه النبات ده نفس الشكل اللي انت شفته وفي نبات الاصب ده بيكون مشابه كتير جدا لنبات الكتان عبارة عن الياف داخل عود مفروض ان انا باستخلصها عشان احصل على الالياف طيب الياف الكتان دي هي ايه في السوق لو روحنا عند الجماعة اللي هم بتوع السباكة اللي هم بيبيعوا الادوات الصحية هنلقى انه هو لما باجي اشتري حنفية باجي اشتري خلاط وبصة لقى في البعض الاحيان بيديني خيط لونه بني خيط البني ده هو ده خيط الكتان اللي احنا بنتكلم عليه او شعيرات الكتان الشعيرات دي تم استخلاصها بالشكل اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية طيب هي كانت في الاساس ايه قلنا كانت بالزبط كده تشبه الالياف اللي موجودة جوه عود القصب بس كل اللي حصل انها مرت بعمليات عشان اقدر استخلص منها الالياف دي ما تمش عصرها زي القصب لا بيتم تعطنها وعشان يتم تعطنها بقى احنا بنتكلم عن خامة بيتم استخلاصها من الطبيعة بعد حصاد نباتي الكتان بجيبه ويمر على مجموعة عمليات الغرض منها استخلاص الالياف ممكن تكون عمليات طبيعية وفيها انا بجيب نباتي الكتان وبجيبه مثلا على الترع او احرف الترع كده وبجيبه بعمله عملية بتركه شوية او فترة من الوقت في الجزء الجانيبي او في جنب الترع بيتغطى بالطين مثلا في الطرف ده وبسيبه فترة من الوقت وليكن مثلا اسبوعين او ثلاثة اسابيع في خلال الفترة دي بتتحلل المادة السيلة اللي هي حوالين الالياف دي وبتتبقى الالياف باخد الالياف بعملها عملية تجفيف وبعد كده بعملها عملية تكسير عشان اكسر كل الغلاف اللي حواليها وبقيت اي حاجة بتبقية حوالين الشعيرات بقوم بعملية التكسير بتاعتي بقوم بعملية التمشيط وبقى كده انا استخلصت الالياف ده التعطين الطبيعي في نوع تاني من التعطين اسمه تعطين صناعي فيه تعطين كيموي بالكيمويات في التعطين الصناعي انا بحط الكتان وبعرضه لدرجة حرارة معينة وبحط معاه في قلب الاحواط دي مواد زي عضوية او زي ما نقول كده اللي فيها بكتيريا بحيث البكتيريا دي تبدأ تتغذى بسرعة بوقت اسرع على الحاجات اللي موجودة ما بين الالياف وبعضها طبعا المواد دي كلها بتبدأ انها تكلها وتتغذى عليها ويبقى لف النهاية الشعيرات الطرق الكيموية وده طبعا بتكون صعبة شوان انا بعرض الالياف نفسها او بعرض الايدان دي لمواد كيموية عشان احصل في نهاية برضو على الالياف بحيث ادوب الاجزاء اللي هي حوالين الالياف واخد الالياف في النهاية الفرق ما بين كل طريقة والتانية وطبعا الجزء هندرسه في الخيمات بشكل منفصل وبشكل اوضح كمان احنا منكم نقول امثلة كده مش بنقول بدقة اللي بيحصل لكن منحاول نتكلم عن نوع من انواع الالياف الموجودة عندنا السنين فبالتالي في مدد الخيمات هنبدأ نتكلم عن الجزء ده في النهاية اول ما استخلصت الالياف بتمر بعد كده المواصفات المطلوبة بس يمكن الشعيرات نفسها الخاصة بالنبات ده بتكون اطول كتير من القطن ومواصفاتها برضو اه افضل شوية من القطن لكن في القطن اللي ميزة مهمة جدا وهو نعمته يمكن الجتان خشن شوية البيت الخيمات بتاعتنا هندرسها السنين دي انا عندي برضو الصوف والصوف طبعا احنا عارفين انه بيتم بيتم جمعه او بييجي او مصدره الاساسي هو الشعيرات اللي بتنمو على اه ظهر الخراف فبالتالي الصوف من الاغنام فبالتالي عارفين انه هو بيتجمع من اه حيوان والحيوان دوت له طريقة في تربيته كمان له طريقة في عملية جز الشعيرات دي من على جسمه فيه انواع كتيرة جدا من الاسواف وده برضو هندرسها في مادة الخيمات بعد كده بقى في الترمي التاني او في الجزء التاني من منهجنا عندنا الالية في الصناعية والالية في التركيبية الالية في الصناعية ليها اه مكونات وليها مواصفات والالية في التركيبية ليها برضو مكونات ومواصفات يمكن التركيبية ليها اصل طبيعي يعني جاية من خامة طبيعية في الاساس كده احنا اتكلمنا عن مادة اسمها مادة الخيمات بندرسها في قسم النسيج وفي قسم الغزل كمان وفي بقية الاقسام الخاصة بالصناعات الناس جاية يمكن المادة دي من المواد المهمة اللي انا بعرف بها كل الخمات النسجية اللي عندي ده بالنسبة للجزء الخاص بالخمات كلها انا هنا جمعت الخمات بعرضها للغزل عملية غزل القطن طبعا تشبيه شوية بقيت عمليات الغزل اللي بقيت الخمات لكن الغزل القطن هي الطريقة الخاصة او الغزل الخاص لشعيرات معين هنا طبعا احنا شايفين هنا خط انتاج الخيوط بيبدأ بعمليات تجميع الشعيرات بالشكل ده هنا بجمع الشعيرات على هيئة طبعا يا جيالي في المصنع هنا على هيئة بلات بجهز البلات ديت عشان او بعملية فكها بتتم عملية التفتيح بتاعتها بتمر على خط اسم التفتيح وتنظيف بيحاول يفكك الشعيرات دي من بعضها وكمان بيشيل جميع الشوائب اللي موجودة او متبقية في الشعيرات من وقت الايه العملية الحل فبالتالي الشعيرات هنا تفككت كل الاتربة اتفككت وكمان بقت جهزة لعملية الغزل فعملية الغزل بابدأ بيه عمليات مهمة جدا وهي عملية التسريح او الكرد في التسريح هنا طبعا دي مكينة التسريح بيتم فك الشعيرات ورصها بشكل متوازي جمع بعضها ما بين طبعا اللي بيساعد على عملية الفرد دي الجزء الخاص ما بين الجرائد وما بين السلندر الكبير بيتنقل بعد كده اللي هي عمليات السحب هنا طبعا دي مكينة سحب بيتم تجميع القاشرطة بيتم سحب القاشرطة كلها مع بعض عشان يعمل عملية خلط في المرحلة دي يبقى في المرحلة دي بيتم سحب مجموعة من القاشرطة مع بعض وكمان خلطها مع بعض في النهاية عشان ينتج لي شريط واحد تم خلطه وفيه كله مواصفات الاستوانات اللي خلف المكينة دي بعد عملية السحب دي بيمر الشريط باخد شريط واحد بقى وبيمر على مكينة اسمها مكينة البرم يبقى مكينة السحب بتسحب الاشرطة وتخلطها وفي الناتج النهائي بيكون ايه بيكون شريط واحد بس باخد الاشرطة دي وبركبها خلف مكينة البرم ومكينة البرم دي بتقلل سمك الشريط وكمان بتدي له مجموعة من البرمات البسيطة بحاول اوصل شوية للصمك المطلوب عندي في عمليات الغز لكن طبعا مش باوصل للصمك النهائي انا بس بحاول اقلل الصمك واثناء عملية ايه عملية البرم انا هنا عملت تقليل للصمك عن طريق عملية السحب اللي موجودة في مكينة البرم وجهزت المبروم بتاعي وهنا بقى الشعيرات اسمها مبروم كانت شاشة في اسمها شاشة في عملية الكرد وكانت اسمها شريط في عملية السحب وهنا اسمها مبروم في عملية البرم هنا دي طبعا البكرات اللي تم لف المبروم عليها وطبعا احنا شايفين ان الخيط سميك اللي موجود عندي على البكر بروح اركب البكر دي على حامل في مكينة الغزل بسحب المبروم وبمرره على الاجزاء المطلوبة او المفروض انه يمر عليها في مكينة الغزل هو جهاز السحب وكمان جهاز الاعطاء البرمات او الجهاز اللي زي ما احنا هنسميه طبعا عندي انواع كتير جدا من الغزل الموجودة في السوق فيه عندي الغزل الحلق وفيه عندي نوع تاني مهم جدا نوسمه غزل الطرف المفتوح يمكن غزل الطرف المفتوح ما بيمرش الخيط بكل الخطوات دي بييجي من عملية الكرد على طول على عملية الغزل لكن هنا بيبقى فيه خطوات اطول بعد عملية البرم عندي عملية الغزل ودي طبعا غزل حلقي بيستخدم حلق او دبلة عشان يعمل عملية الغزل او يدي البرامات الزيادة للخيوض بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا بعد ما انا اديته البرامات المطلوبة بيتحول ليكونات بالشكل ده اللي احنا شايفينه بعد ما يمر كمان على عملية تطبيق العملية دي اسمها عملية تطبيق بحط فيها اكتر من بكر الغزل ممكن يكون من خيط او خطين او من خطين او تلاتة طبعا بيبدأ باتنين وبيوصل لغاية تلاتة وعلى حسب المواصفات المطلوبة في الخيط هنا بجمع الخيوط مع بعض ادي الخطين اهم بيتم عدوهم بعد كده بيتم سحبهم واعضاءهم البرامات المطلوبة عشان يديني خيط مزدوج او خيط من تلات خيوط طب انا بعمل عملية التطبيق ليه عشان يديني خيط متين قوي اقدر استخدمه كخيط سدة طب لو ما ادتش البرامات دي او ما اعملش عملية التطبيق اللي احنا شفناها دي عشان اعمل خيط المزود اللي قدامي هروح اخذ الخيط ده واستخدمه خيط لحمة فبالتالي مش هينفع يتركب على دولاب التزدية اللي احنا شايفينه ده دولاب التزدية ممكن ده بقى دخلنا على جزء خاص بالنسيق شوية بيسحب بيحود ركب الكونات كلها اللي تم آآ غزلها ويعطاقها برامات زيادة في عملية الزاوي بيتم سحبها من على دولاب التزدية بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان يجمع حاجة اسمها استوانة سيدا ده استوانة سيدا زي ما احنا شايفين بتتجمع بكل خيط من الدولاب وبتتجهز عشان تدخل على الدوارة على حسب نوع التزدية اللي موجود عندي يمكن التزدية احنا هندرسها عندنا في قسم النسيق في مادة الالات من ضمن اوائل الالات اللي احنا هنستخدمها او اللي احنا هنتكلم عنها لو تكلمنا عن مادة الالات الخاصة بتخصصنا بعد ما وصلنا لمرحلة ان احنا محتاجين بقى نشتغل على عملية التزدية احنا بنبدأ بعمليات الاعطاء البرامات ولف الخيوط او الطلع انا لازم بكون عارف يعني ايه لف وطلع ان انا ممكن يكوني يكون جايلي الخيط اساسا على هيئة شلل فبالتالي لازم اعرف ازاي حاول الشلل دي لبقرة عشان يركبه على الدولاب ده كان في النظام القديم النظام اللي كان بيعتمد على الدورات اللي كانت بتاخد بقرات رفيعة او صغيرة لكن دلوقتي اللي موجود عندنا في المدارس ممكن فيه مكينات كتيرة اه ركبت في بعض المدارس مكينات تزدية الالية تزدية الالية لا ده انا باخد من الكونا مباشر بركب الكونا ببدأ ان انا اسحب منها الخيوط وببدأ ان انا اعمل بيها مطوط سدة طب ايه عملية التزدية اللي في المصانع واحدة عندي اكتر من نوع الانواع بتاعت بتختلف على حسب المكينات اللي هتشتغل بعد كده او على حسب طريقة التزدية نفسها الخيوط اللي هتبتلف دي نوعها ايه او شكلها ايه او موصفاتها ايه فبالتالي انا عندي نوعين اساسيين وهو النوع الاساسي الاولاني اللي هو التزدية بالقطبان والنوع التاني تزدية بالاسطوانات يعني ايه تزدية بالقطبان ويعني ايه تزدية بالاسطوانات اللي احنا شفناها من شوية دي ممكن تمشي اسطوانات ليه لان الخيط من لون واحد والدورة عندي ممكن تكون باسطوانة واحدة فبالتالي انا بعرف مسلا او بقول انا عندي مطوط سدة عايزة احط عليها خمس تلاف فتلة بس الخمس تلاف فتلة دول لما روح على اضلاب التزدية هل اضلاب التزدية اقصى حملة ليه هو الف فتلة فبالتالي انا محتاج خمس استوانات من الشكل ده طب ازاي هجمعهم مع بعض ده الخمس استوانات منفصلين بكرات كده تشبه بكرات الخيط اللي لها جنبين او نحن نسميه فلانشة عندنا حواجز في الجنبين وحاجة تشبه البكرة الخيط بس ضخمة جدا دي كلها اسمها استوانة سيدا طب انا هلف كم استوانة انا محتاج خمس استوانات كل استوانة عليها الف في النهاية عشان اجمع الخمس تلاف بتوعي على مطوة واحدة طب هيتجمعوا ازاي بعد ما بجيب الخمس استوانات او الاستوانة الاولى والتانية والتالتة والربعة والخمسة برصهم جنب بعض على حوامل بابدأ اسحب الالف الاولى وبعديها الالف التانية والالف التالتة والربعة والخمسة بابدأ عمل لهم عملية سحب بروح عمل لهم عملية تنشية قبل ما بجمعهم على الاستوانة النهائية وبعد عملية التنشية دي بعمل لهم عملية تكفيف ولف طب ايه هي عملية التنشية دي وايه بضعها في قسم النسيج اللي عرفوا ان التنشية دي اضافة مادة على خيوط التسدية او خيوط السدى ايه الغرض من المادة دي الغرض من المادة دي ان انا بدي عمل ايه او بعمل عملية تقوية للخيوط طب ده بناءنا على ايه هو كان الخيط شكله ايه وبقى ايه الخيوط هي خيوط مبروم مبرمع عادي ومزوية وقوية بالشكل المطلوب بس مش هتتحمل معاك اجهادات النول لان لما تيجي تدرس عندنا الانوال وده طبعا برضو جزء من اجزاء الالات عندنا هندرسه على مدار التلات سنين هتلاحظ ان في على مكينة النسيج في عملية حاجة او في حركة بتتم اسمها فتح النفس في فتح النفس دي الخيوط بتبقى عندي بالشكل ده هي خيوط على طبقة واحدة بالنسبة لك انت انت شايفهم جنبه بعض لكن واسناء تشغيل المكينة في مجموعة خيوط بتترفع ومجموعة خيوط بتنخفض الخيوط اللي بترتفع وتنخفض دي اللي بيتفتح ما بينهم ده اسمه نفس وبرضو هناخد النفس وانواعه فيه احنا بندرس مع بعض طيب لما برفع الخيوط عن بعضها وبنزل مجموعة تانية لتحت اللي بيحصل ده بيعمل عملية استطالة او متطية كأنه بشد حاجة اه غصب عنها لما بجد شدها بتتمط جزء من طولها انت مش بتشوف الطول ده لكن طبعا المكينة مجهزة عشان تساعد ان هي ما توصلش لعملية الشد ان هي توصل لعملية القطع كمان والمواصفات الخاصة بالخيوط دي بندرسها اكتر في مادة مراقبة الجودة ان شاء الله ونبدأ ناخدها ان شاء الله في سنة تانية وفي تالتة لكن خلي بالنا ان في المادة دي بلاحظ كل يعني وبعرف كل المواصفات الخاصة بالخيوط وبعرف على اي وزن بيتم قطع الخيط ده لان كل خيط وكل نمرى وانتكلم عن النمر كمان شوية كل الخيط بحجمه او بصمكه له وزن يقدر يشيله لغاية فترة معينة بالتالي لو حابت تعمل تجربة دي في البيت هات اي خيط عندك في البيت وابدأ علق عليه تقل ويزود التقل كل شوية هيجي في مرحلة من المراحل الخيط بعد وزن معين لازم يتقطع مهما ان كانت قوته بالتالي هاللاحظ ان احنا لو كلمنا بقى عن الروافع لو انا هشتغل هسحب خيوط هسحب اوزن تقيلة بخيوط بيكون الخيوط اللي بتشتغل في الوافع دي اللي هي هم وصفات خاصة بالتالي ما اقدرش احمل عليها اوزن اكتر من الوزن اللي هي بتشيله لان بعد فترة من التشغيل بيحصلها من الاحتكاك بتاعها وحركتها بيحصلها عملية اه تهالك فبالتالي بتتقطع نهائي عشان كده لو شفت لو بصت حتى على الاحبال السميكة اللي بيتم استخدامها في رفع حاجات بسيطة بصت بعد فترة بتتاكل وبيتم اه قطعها لوحدة طيب هنا بقى احنا بنتكلم عن اه خيوط بتتحمل اجهادات معينة الاجهادات دي محتاج ان انا ايه اتعلمها او اعرف هي بتيجي منيني الاول او حتى وانا بجهز الماكنة بتاعتي بجاهزها زي تعالوا نشوف ازاي في صناعة النسيج بجاهز مكنة النسيج ليه عملية الايه عملية النسيج نفسها هنا هنطلع على عملية التزديه اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان فيها نوعين فيها تزديه بالاصطنات وتزديه بالقطبان هنا دي تزديه بالقطبان احنا من شوية شفنا الدولاب وهنا طبعا شايفين مجموعة من اللي اقلام قدامنا كده مرصوصة على دوارة كبيرة الدورة دي طبعا متركبش على مكنة النسيج ده فيه مطوط سدة بتكون خلفها بعد ما انا بلف كمية الخط المطلوبة على الدورة دي ببدأ انقل الخط من عليها ولفه على مطوط السدة اللي موجودة في الخلف وباخد الخط في النهاية طب الدورة دي هنا شغلتها ايه شغلتها رص القطبان بالشكل اللي احنا شايفينه ده طب وهي بترص القطبان هي بتبقى الكمية القليلة اللي موجودة قدامي دي هي دي اللي يتعملها عملية النسيج لا ده ممكن يكون بس دي عينات بتتعمل او بتتجهز لنول يدوي لان طبعا لو نول قالي بيكون كمية الخيوط المرفوفة على الدورة اكتر من كده يمكن الانوال نفسها اللي عندنا بتعمل كيمات كبيرة طبعا بالنسبة للتطور اللي حاصل معنا دلوقتي في النوع ده من الصناعات هنطلع بعد عملية التزديق دي انا خلاص لفيت الخط بتاعي على مطوط السدة هروح اعمل له عملية لقي وتطريح وتقديم هنا طبعا نشوف مثال يدوي هنا طبعا ده الجزء اللي احنا شايفينه ده نطبعا نصرعينه عشان يعمل كل العمليات مع بعض هي طبعا اللي بيتم دلوقتي ده بيتم عملية تلاقي الخيوط في عيون النير واللي قدامنا ده اسمه درع وهناخد المسمى ده وهنعرفه بالتفصيل معنا واحنا بندرس السنة دي هنا بيتم عملية تلاقي بالشكل ده بيدخل خيوط السدة في عيون النير يمكن النير هنا ده نير مصنوع من الخيوط هنلاقي طبعا فيه انواع عندنا كتيرة في النير النير طبعا النير بيشتغل على مكان آلي بيكون من الاسلاك وانواع الاسلاك دي مختلفة وليها اشكال مختلفة حسب نوع الدرق والماكينات هنا طبعا بيتم عملية تلاقي بيدخل خيوط كلها فيه الدرقات عدد الدرقات له عندي وصف او له طريقة مش اي عدد بيبقى موجودة على الماكينة وخلاص هنا طبعا بيتم عملية التطريح وفيه التطريح ده بيدخل الخيوط اللي تم لقيها فيه ابواب المشت برضو بترتيب معين وبطريقة معينة ممكن الباب بتاعي بيكون فيه فتلة او فتلتين او تلاتة او على حسب عملية التطريح المطلوبة هنا طبعا بيبدأ يشد او يسحب الخيوط بتاعتي بيشدها عندي على مطوص مها مطوط القماش قدام وبعد كده بيقوم بعملية ايه بعملية النزج زي ما احنا شفنا من شوية هنا طبعا في عملية النزج بيتم فتح النفس بالشكل المطلوب هنا طبعا بيجهز خلاص بيبدأ يفتح النفس بتاعه عشان يمرر الخيوط بتاع السدى واللحمة بيمين خيوط السدى وتتم عملية النسج عملية النسج في الاساس لها اساس في عملية التنفيذ وهي اه فتح النفس فتح النفس بتاعي بيكون بشكل اه مهم جدا انه هنا هنشوف عملية النسج هتتم ازاي ادي هنا شكل عملية النسج هنا طبعا دمطوط السدى وهنا دمطوط القماش وهنا في اه الدرق وده المشت اللي انا عملت فيه عملية التطريح بيرجع المشت للخلف بيفتح النفس خلي بالنا هنا الخيوط البيضاء الاعلى والخيوط الحمراء الاسفل بيمر خيوط اللحمة بيتم ضم خيوط اللحمة للخيوط السابقة وبيتساوى الدرق بيحصل تبادل للخيوط يبقى هنا المرة الجاية هيكون الاحمر هو اللي في الاعلى والابيض بيكون في الاسفل ده طبعا لنه بينسج نسيج اسمه نسيج سادة بيمر اللحمة بمرارها بعمل عملية الضم نرجع تاني نعمل تساوي للدرق وبالضم هنا بقى بنتكلم عن حاجة اسمها التركيب النسجي وعلاقته بالنسيج يعني ايه تركيب نسجي وعن ايه انا بتكلم عن علاقته بالنسيج التركيب النسجي ده هو تعاشق لخيوط السدى مع اللحمات التعاشق ده بيتم بطريقة معينة مش اي طريقة بيتم بيها التعاشق ده بمعنى ان انا لما اجي اتكلم عن قماشة قدامي هلاني شكل اللي اعماش طبعا انا لسه ما دخلش النسيج او لسه ما عرفش حاجة عن النسيج فبالتالي القماش اللي انت شايفه قماش بالنسبة لك عادي مصنوع ازاي هتكون حاسة انه تم عمل حاجة كتير جدا فيه عشان اوصل للقماش لكن لو انا درست تركيب نسجية هلاحظ ان التركيب نسجية نفسها في اصلها او في تجهزة لها طريقة او طرق بسيطة جدا في التنفيذ فبالتالي انا عندي ايه انا عندي نسيج سادة واحد على واحد وفيه عندي نسيج مبرد وفيه عندي نسيج اطلس دي الانسجة الاساسية الاصلية تمام كده يبقى انا عندي هنا ايه عندي تلاتة موجودين اه وعارفين وجهزين اه ليهم طيب انا دلوقتي بتكلم عن اه السادة والمبرد والاطلس سادة ومبرد واطلس السادة بيتكون من درقتين او بيحتاج درقتين بس تمام كده والاطلس والمبرد بيحتاج اكتر من درقتين يبقى عندي نسيج ممكن يكون في درقتين وبس وبعمل عملية خفض ورفع للدرق بتاعي وبشغل بنسج سادة يبقى انا نسج السادة من ابسط الانسجة اللي بيتم اه تشغيلها على الماكينات وبيحتاج درقتين طب ممكن اشغاله بدرقة واحدة اه ممكن اشغاله بدرقة واحدة بس في الحالة دي لازم اه خيوط الفردية تكون هي اللي في الدرقة والخيوط الزوجية مش في الدرقة طب والكلام ده هيتم ازاي؟ هيتم الدرقة دي نفسها هيتم رفعها لأقصى كوة ليها عشان اقدر افتح نفس علوي وبعد ما اعمل حتفة هاخد نفس الخيوط دي وهنزلها لتحت لأسفل عشان اعمل نفس سفلي ومرر برضو خيط اللحمة بالتالي بقى عندي درقة بتطرفع وبتنخفض وخيوط سابتة ما بتتحركش من مكانها هتكون مثلا خيوط الزوجية هيلة اللي سابتة والفردية هي اللي اعلى واسفل دي الحاجة الفنية اللي اقدر اشتخذ بها لو انا ما عنديش اي ادوات اقدر اعمل الموضوع ده على مكان هيدا ووقدر اشتغل اما على المكان الالي ماينفعش الكلام ده لازم حتى النسيج السادة ما بيشتغلش على درقتين على المكان الالي ينفع يشتغل على درقتين بس عشان اقلل الاجهاد على النول ممكن اعمله على اربع درقات على ست درقات طب وإحنا بندرس كده في النسيج بتاعنا لو ميجي نشتغل إن شاء الله وناخد منهجنا هتيجي تقول لي لا أنا عارف إن النسيج السادة بيشتغل على درقتين أنا هعمله إزاي على الأربعة وعلى ستة ما هو كده هيبقى كتير هقول لك لا هو هينفع على أربعة وينفع على ستة وينفع على تمانية وينفع على عشرة وينفع على أي عدد أنت عايش بس أهم حاجة في عملية اللق تلقي بالترتيب في عملية الرفع والخفض هتبقى عندي درق فردي ودرق زوجي الدرق الفردي هتطلع لأعلى والدرق الزوجي مساء يكون سابت لو أنا عندي نفس علوية وهنتكلم عن النفس برضو عشان احنا بدأنا نتكلم كده عن العلوي والصفل ومتوسط فبالتالي لازم أعارف يعني إيه نفس قبل ما نكمل حتة دي هنقول يعني إيه نفس الأنفاس أو النفس عموما أو الفتحة اللي بتكون ما بين الخيوط السدى اللي بتكونها الفخز العلوي والفخز الصفلي الفتحة دي اسمها نفس لو الخيوط بتاعتي في جزء سابت وجزء بيرتفع بالشكل ده لأعلى ده اسمه نفس علوية طيب لو عندي كده بالشكل ده وإيه الخيوط بتنزل لأسفل وبترتفع تاني بتعلى وتنزل يعني الفتحة بتكون لأسفل ده اسمه نفس سفلي طب في نوع تاني من النفس بيتم الفتحة لأعلى وأسفل مع بعض بالشكل ده ده اسمه إيه؟ ده اسمه نفس متوسط بفتح الفتحة برفع خيوط وخفض خيوط يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من النفس علوي وصفلي متوسط دي الثلاث أنواع الأساسية في الأنواع دي كمان فيها أنواع يعني فيه نفس صفلي صافي أو نفس صافي عموما وفيه نفس اللي هو بيقى فيه مجموعة حروط متدرجة معاك أثناء عملية الفتحة اللي هو بيبقى غير منتظم لأنني محتاج أن أنا أصفي فبالتالي حتة اللي فيها التصفية هي الحتة اللي قدام لا بابل مش لنقدر أن أنا أشتغل عليها تعالوا نشوف التركيب النسجي وإعلقته بالنسيج هنا ده تركيب نسجي موجود عندي شايفين هنا إن فيه آآ مربعات قدامي بالشكل ده كده المربعات ديت فيها أجزاء متلونة وأجزاء لا ده طبعا هنا فيه تركيب نسجي هنا طبعا ده القماشة اللي مفروض نتجة من التركيب النسجي اللي احنا دسا شايفينه بالشكل ده بالوضع ده كده فبص لأن فيه نقشة طالعة على سطح القماش نقشة دي طالعة طالعة من التركيب النسجي اللي كان قدامي هتشوف هنا تركيب نسجي تاني تركيب ده يشبه أو شكله مقلم بس الأقلام طالعة من طالعة من التركيب النسجي نفسه بالشكل ده ده طبعا نوع من أنوع النسجي هندرسه إن شاء الله فيه الصف التاني آآ نسيج بيكا طبعا بيديني أقلام طولية أو أقلام عرضية زي ما احنا شايفين من شوية كان أقلام طولية لكن ده أقلام عرضية ده شكل التركيب النسجي وده شكل القماشة أو الخيوط نفسها على المظهر السطح بتاعه وطبعا مظهر السطح ده بيزهر لي الخيوط بالشكل ده هنا طبعا بالخيوط أو القماشة النتجة طبعا دي تستخدم فيه أمشة الفوط فيه نوقتين من أنواع الأمشة وهو آآ السدى الزايد والإحمة الزايدة والوابرة كمان ده نوع من أنواع بتاعتنا ده هنا ده شكل الخيوط بالشكل ده بالوضع ده طبعا بيديني النسيج بتاعي على هيئة الوابرة في وابرة عند مقطوعها ووابرة عادية هنا طبعا بيديني التقاطعات دي أهي زي ما هنشايفين طبعا لها طرق كتيرة جدا في التعاشق بالتالي عشان أقدر أن أحافظ على التركيب النسجي اللي موجود في الأرضية متماسك أي أنك لو أنا أشتغل بالنظام الوابرة أو هشتغل بالنظام النسيج المزدوج أو هشتغل بالنظام مجموعة لإيه الأنسجة اللي عندي بطريقة اختلافها وأشكالها اللي احنا متعارف عليها واللي احنا بنشوفها طبعا ده شكل المربعات أثناء وضع العلامات عليها أو شكل التركيب النسجي اللي موجود قدامي على السطح طبعا ده بيديني أو بيظهر للعلاقة ما بين رسم التصميمات على وراء المربعات وتنفذها كمان على القمش هنا طبعا ده نسيج الوابرة بعد نسجه أو أثناء نسجه هنا طبعا عشان في الأجهزة القديمة طبعا أو اللي كانت يدوية بيمر حاجة اسمها سلال بالشكل ده وبيتم قطع الوابرة بالشكل ده لما قطع الوابرة بتكون الوابرة دي عند مقطوعة وبيديني شكل الأطفاء طبعا نسجة الوابرة دي تستخدم فين تستخدم في فوق الوجه بالأكتر فبالتالي دي أقرب آآ نسيج أقدر أشوف فيه آآ شكل الوابرة هنا طبعا من الوابرة المقطوعة طبعا لها طريقة للتماسك مع الواماش عشان الوابرة دي ما تتفكش من الواماش أنا بقطع خيوط سدر فبالتالي آآ لازم يكون فيه طريقة عشان أنا إيه أسبتها في آآ مكانها على سطح الواماش طبعا النوع ده من الانسجة عشان انسجه محتاج آآ مطوتين مش مطوعة واحدة طبعا ده شكل الأمشة القطيفة طبعا قطيفة آآ من آآ فتاة آآ دقيقة فبالتالي ده شكلها أثناء عملية القطع وهي موجودة على الواماش هي طبعا ده نوع تاني من أنواع الانسجة الوابرة بيكون تطلع النسجين مع بعض ويتم قصهم من المنتصب بس طبعا تكون عملية صعبة على الماكينات أشكال كتيرة جدا بقدر أوصل بها لتغيير مظهر السطح عندي عشان أوصل بالمظهر بتاع الواماش للشكل المطلوب ده طبعا شكل العماشة اللي هي القطيفة أو الوابرة وطبعا من أنواع الانسجة المشهورة عندي أو المنتشرة بشكل كبير جدا طبعا هنا فيه انسجة عليها رسومات طبعا في منها المطبوع وفي منها المنسوج وفي منها اللي تم نسجه بطرق معينة عشان يوصل للمظهر اللي قدامي بالشكل اللي احنا شايفينه ده احنا هنا بنتكلم عن صناعة مهمة بالشكل ده فوصلنا للمظهر اللي احنا شايفينه ده وقدرنا ان احنا نعمل رسومات كمان على سطح لو ماشي بقى في عملية النسيج أو في صناعة النسيج بتاعتي هبص له ان انا اقدر اعمل بها حاجات كتيرة جدا واعمل اشكال كتيرة جدا لسطح له ماشي بقى الغرض من صناعة النسيج ان انا اعمل اعمشة او انتج اعمشة بمظاهر اه سطحي او سطحها عليه رسومات مختلفة رسومات اه جميلة اقدر استخدمها كملابس اقدر استخدمها في الفرش كمان اقدر استخدمها كمعلقات يبقى انا محتاج ان انا اشتغل اه او اعمل تصميماتي الاول على المربعات وده طبعا هندرسه مع بعض في اه مادة رسم فني بقى انا من ضمن المواد اللي عندي كمان اللي انا اشتغل عليها مادة رسم فني يبقى انا هنا عندي مادة الخامات مادة الرسم الفني مادة التراكيم النسجية ومادة التراكيم وكمان الالات وكمان معايا اه مادة الامن الصناعي يبقى انا كده بتكلم عن ست مواد فنية موجودة عندي بخلاف العملية يعني انا كمان عندي مادة عملي كمان مش باخد الجزء النظري بس في قلب الفصلة لكن ده أنا كمان بطبق الكلام ده عملي تحت عندي في الورشة طيب لو اتكلمنا عن مادة التراقيم في مادة التراقيم أنا بدرس فيها كل المواد أو كل الحسابات الخاصة بسمك ونمر الخيوط عندي مادة الخامات زي ما اتكلمنا عليها من شوية قلنا بتعرفني بكل الخامات اللي بستخدمها في الصناعة بتاعتي مادة تراقيم نسجية اللي احنا لسه شايفين الامثلة بتاعتها من شوية اللي بتديني الرسم على المربعات اللي انا ببدأ احاوله بعد كده لتصميمات على سطح القماش وببدأ ان انا اوصل بيها للشكل المطلوب اللي احنا شفناه دلوقتي من الانسجة بتاعتي مادة الالات مادة برضو بتعرفني المعدات والادوات الخاصة بتخصصي اللي انا بيها ببدأ ان انا اعرف القماشة بتاعتي دي اقدر تشتغل على المكناة دي ولا لا لو هي محتاجة تجهيزات اكتر ببدأ اجهز المكناة بتاعتي بالشكل المطلوب بعد كده عندي اه زي ما قلنا المادة اللي بعد كده اه احنا قلنا الرسم الفني طبعا بيبقى فيه يورسومات احنا بنتعلم في رسم الفني اه بدائيات الرسم بتعلم ازاي اعمل تصميم بتعلم الرسم الحر بتعلم كمان التجهيز لعملية التلوين ممكن استخدام الالوان في سنة اولى اه بسيط جدا في سنة تانية بيكون بالاكتر بس في النهاية انا عايز اوصل انا ارسم رسومات زي التصمات اللي احنا شفناها من شوية وطبعا هنتفرج عليها بشكل جميل جدا في المدار دراستنا في الدبلوم عشان اوصل معايا للشكل المطلوب اللي احنا بنشوفه على القماش بتاعي طبعا احنا بنتفرج على مفروشات وبنتفرج على اه مشة كتير يا جدا لكن تم نسجها ازاي هو ده بقى اللي كانوا مختلف معايا في دراستي لمادة الالات في مادة الالات بشوف الاجهزة والمعدات المفروض ان انا استخدمها في ايه الصناعة بتاعتي بابدل اول من الانوال اليدوية اللي هي بتعتمد على العامل اللي الوقف عليها بشتغل بشكل يدوي مش محتاج بيكون عليها اي معدات او ادوات ميكانيكية بالعكس حتى الشد على مطاوي السدى والقماش بيكون شد يدوي انا بحط اتقال على المطاوي دي عشان تقدر تشدلي السدى اثناء عملية النسيج واقدر اقوم بعملية النسيج في الماكينات الميكانيكية بستعمل الميكانيكة عموما بتكون في البداية بسيطة بنتعلم او بنعرف شوية عن الماكينات البسيطة بناخد الاجهزة بقى انا عندي في الاساس عندي حاجة اسمها حركات الساية للانوال الخمس حركات دي مهمة جدا لازم بكونوا نعرفها وهي عندي نمر واحد فتح النفس امرار اللحمة ضم اللحمة طي ورخو دول الخمس حركات كل حركة منهم ليها مجموعة من الاجهزة موجودة على ماكينات المختلفة ليه بتكلم او بقول مجموعة من الاجهزة هو المكان عليها جهاز واحد من الاجهزة دي بس انا عندي اه مكينة صناعة شركة معينة ومكينة تانية صناعة شركة تانية فبالتالي الجهاز بتاعي هيكون هنا له شكل غير هنا بالزبط كده حاجة تشبيه شغل العربيات العربيات نفسها اه وشبه بعض في الشكل وفي المضمون شبه بعض طب الميكانيكا بتاعتها واحدة لا ده كل عربية منهم تصنعها بشكل مختلف وكل جهاز فيها مختلف فبالتالي لما بد روح تشتري قطعة اتغيار لعربية معينة يجي يقولك نوعها ايه موديل كيام كمان ده ممكن يكون نفس الشركة بس نتغير الموديل يبقى القطعة تغيرت كلام ده برضو بنفس الشكل موجود عندنا في مكينة النسيج ممكن تبقى الجهاز بيقوم بنفس الحركة بس الاجزاء مختلفة عن نفس الجهاز هو الراكم في مكينة تانية فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي اسناء دراستنا وطبعا زي ما احنا قلنا ان شاء الله على مدار العام الدراسي سواء كان في الصف الاول بالنسبة لنا عشان احنا نتكلم عن سنة اولى هنتابع مع بعض المواد الدراسية بقدر الامكان وهيكون طبعا لازم تتابعونا ان شاء الله على قناتنا على قناة اليوتيوب وكمان منتحدات قطاع التعليم الفني هنلقى عليها كل المواد العلمية بتاعتنا وممكن نبدأ حتى في مذكرتنا من دلوقت في نهاية حلقتنا طبعا وقتنا عدى معاكم بسرعة محتاجين بس من كم تتابعونا بشكل افضل على مدار السنة وهيكون عندكم كل محتاجين عشان نقدر نعدي بالمجموع او باكتساب المهارات اهم حاجة عندنا اكتساب المهارات نكتسب المهارات الخاصة بنا عشان نقدر نعدي بالصف بتاعنا بالشكل المطلوب وطبعا نشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاية وإلى اللقاء